اشتركوا في القناة وفي الألوال التي هي غامقة والألوال الفاتحة هنا مضمون الدرس الدعم سنحاولوا أننا نتذكروا مجموعة الأشياء اللي شفناها في الدروس السابقة سنحاولوا أننا نرسموا المطلوب مننا قبل ذلك كانت مننا أنني نشوف بزاف ديالي جاي في الدروس ديال القناة كلها كانت مننا أنني نشوف تعليق جميل جدا هات الشي كله كي شجعني وكي حفظني أنا أنني نستمر معكم أكيد كنبغي كذلك نشوف القناة معروفة يباش يستفد معنا أكبر عدد ديال التلميذات والتلاميذ إن شاء الله فعلاً كن هناك مجموعة من التلاميذ محتاجين لنا محتاجين للدروس كذلك أنها تساعدهم ترفع لهم المستوى الدراسي ديالهم هذا هو الهدف ديال القناة أن الكل يستفد معنا جميع التلاميذ اللي هم في حاجة إلى مراجعة ومشي بإمكانهم أنهم يدروا مراجعة خارج البيت أنا كن ديلكم مراجعة مجانية داخل البيت والهدف هو أنه الكل يستفد معنا والهدف هو أنه نعطم فرصة لجميع التلاميذ لها كل واحد ونحسب المستوى ديال الدكاء دياله كنحاول أنني نبسط الدرس ما أمكن باش لكل يستفد معي ولكل يفهم الدروس فعلاً كنين مجموعة ديال التلاميذ اللي كيحتاجوا فقط واحد شي شوية ديال الدعم واحد شي شوية ديال المساعدة نبدو لهم يد المساعدة بهذه القناة نحاول أننا نراجع معهم الدروس باش إن شاء الله يتفوقوا في دراسة ديالهم جيد جداً إذن كيف قلت لكم نشوف المطلوب مننا في الدرس إذن إنجاز عمل حر داخل القسم أرسم تشكيلاً انطلاقاً مما سبق التمرن عليه جيد إذن هذا إنجاز حر عمل حر جيد كل واحد فيكم سيحاول أنه يرسم انطلاقاً مما شفنا في الدرس السابقة شفنا دوائر فارغة شفنا دوائر مملوئة شفنا ألوان غامقة شفنا ألوان فاتحة شفنا دوائر متجاورة شفناها متباعدة هذا الشي كله شفناه وكانت مننا أن كل واحد فيكم يحاول أنه يرسم بالطريقة اللي بنت له هو صحيحة يحاول يرسم لي شكل هندسي يكون جميل جداً يحاول أنه يعني يكون فرحان هو تيرسم يستمتع هوك يرسم بهذا الدرس مفهوم إذن الشكل اللي رسمت أنا لاحظوا معايا كيفاش داير لاحظوا معايا هنا أولاً استعملت الصباغة المائية كلكم عندكم صباغة مائية استعملت الصباغة مائية أولاً قمت برسم واحد الدائرة رحضوا معايا الشكل جالها كيفاش داير إذن بنسبة للتلاميذ اللي كيلقوا صعوبة فأنهم يرسموا دائرة مباشرة بالصباغة المائية حاولوا أنكم ترسموها بواحد الخط خفيف بواسطة قلم الرصاص أولاً دائرة من بعد غادي ترسموا دائرة أخرى أصغر منها فذلك حاولوا ترسموها بالقلم الرصاص إلا جاتكم سعيب على أنكم ترسموها أول مرة بالصباغة حاولوا ترسموها بهذا الشكل هذا مفهوم من بعد لاحظوا معايا أن الدائرة الأولى أرسمتها أنا بلون فاتح لاحظوا الملاحظة كانت منع له صورة واضحة في حين أن الدائرة الأخرى أرسمتها بلون اللي هو غامق جيد لاحظوا معايا أنا أنا قمت برسم كرات متباعدة مثلاً هذه بثلاثة كرات متباعدة رسمتهم تباعدين ولكن اللون مختلف مثلاً هنا عندي لون فاتح هنا عندي لون غامق هنا عندي لون أفتح منه لاحظوا لاحظوا معايا الصور الأخرى عندي هنا حبات من الفاكهة لاحظوا معايا أن هذه صغيرة الأخرى كبر منها هذه لون غامق والأخرى بلون فاتح لاحظوا معايا الأخرى حتى هي بلون فاتح والأخرى بلون غامق كذلك نفس الشيء بالنسبة للأخرين يعني حاولت أنني نستعمل ماذا؟ الألوان الفاتحة وكذلك الألوان الغامقة بالنسبة للدوائر حاولوا أنكم ترسموهم فقط بريد دجالكم ولو يكونوا مضبوطين مئة بالمئة ولكن كيف يبانون على أنهم تقريباً أقرب إلى الطبيعة جيد إذن كانت مننا على الدرس جالي وما كان واضح نتلقى معكم إن شاء الله في درس قديم إلى اللقاء